أعلن المتحدث العسكري سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم بجوار أحد المباني المجاورة لمستشفى طابة وأضاف المتحدث العسكري أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابة تفيفة مشيرا إلى خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة وأكد المتحدث العسكري أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر